احملنا العزيز محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24 اجرى حوارا اصفوا بانه حوار رصين ورائع وبه الجديد مع الانبة توادرس بابا الاسكندرية وباتريارك الكرازة المرخوسية وهذا الحوار كان حوار خارج الاطار البابا بتكلم من قلبه بوطنية يعني مفرطة هذا الرجل نموذج لوطن الحقية محمود مع نيافة البابا اتكلم عن قضايا كثيرة جدا لفت نظري بيسأله محمود عن انتقاد البعض لدخول الدولة في بعض المشروعات الكبرى فرد عليه البابا وقال له انا شايف المشروعات اللي بتحصل قدامي المشروع بيخلص سنة سنين بيخلص سنة شفنا قناة السويس وشفنا الطرق وشفنا قطرات الكرابائية شفنا مشروعات الري شفنا المونوريل كل المشروعات دي عظيمة ورائعة ولابد ان الدولة تخش وتشتغل ولولا الدولة ما كناش شفنا حاجة ده ردا على بعض الدعايات الفارغة من بعض التافهين انه الدولة بتزاحم والدولة بتخش والدولة بتعمل والدولة والدولة وهؤلاء لا يعرفون معنى الدولة اصلا اللي بيهاجم الدولة المصرية وبيهاجم الجيش المصري ما يستحقش يعيش على ارض مصر وما يستحقش يشرب من ميت مصر وانا بقول تاني مفيش حد شال في قلبه كراهية المصر او حقد المصر او سخر من مصر مفلح لابد يعرف ان الخيبة هي نهاية مشواره انا بكلم في العموم ببقى